أحضرنا الكريم وتشرف فخامة الرئيس بإدارة هذه الجلسة الرئيسية مع فخامتك طبعاً أستذكر قبل سنوات في دورة سابقة تشرفت بإدارة الحوار مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كان الحديث عن حينها فخامة الرئيس ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد عن استئناف الحضارة في العالم العربي اليوم ونحن هنا في هذه القمة التي تبحث عن استشراف دائماً مستقبل الحكومات دعنا نبدأ معك فخامة الرئيس بالحديث عن استئناف الحضارة في الوطن العربي هذا الجسد لا يمكن أن يستعيد عافيته دون القلب وقلب العالم العربي هو مصر الحبيبة نبدأ معكم بالحديث عن العمل الحكومي الحكومة المصرية والخطوات التنفيذية التي تختموها لتحقيق إصلاح رائد وهيكلي في بناء الجهاز الإداري للدولة مشروع مهم هو مشروع العاصمة الإدارية فخامة الرئيس أود أن تقررنا وتقرر بالحضور وأيضاً العالم الذي يتابعنا من هذا المشروع الرائد وهل الأمر يتعلق بمباني جديدة فخامة الرئيس أم هناك فلسفة جديدة لإدارة الدولة المصرية من هذا النطاق بسم الله الرحمن الرحيم اسمع يا فصل معي وقتاً دي معك كل الوقت فقط الرئيس شوفوا أنا حاولك وفر وقتك وأسئلتك وخلونا أتكلم معكم عن تجربة مصر الفضل واسمعوا كويس بسم الله الرحمن الرحيم إحنا لما منتكلم معا أولاً خليني مش حنسى أن أنا أقول كل التحية والتقدير والاحترام وأرجو أن يمتوا تشاركوني في أن أنا أحيي أخوي الشيخ محمد وأخوي الشيخ محمد بن راشد وأشكرهم وأشكرهم على حفاوة للثقبال وكرم الضيافة اللي أنا دايماً باتقابل بيه هنا في دولة الإمارات وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أني دايماً يديم على بلدكم الأمان والسلام والاستقرار ترجمة نانسي قنقر